دائماً الواحد بحاجة للعبي بسيطة وخفيفة وراية هيك يعني حتى يطلع من جو الألعاب الضخمي والكبير ولما بتذكر الألعاب البسيطة والراية فلابد تذكر Unravel السلام عليكم وأهلاً فيكم جميعاً بمراجعة لعبة Unravel 2 اللعبة اللي فاجأتنا فيها EA بإصدارها بنفس اليوم اللي أعلنوا عنها كانت مفاجأة جميلة بـ E3 الماضي وعلى سيرة EA و E3 أنا سمعت معلومة ما بعرف هل هي صحيحة ولا لا واللي هي أنه EA ما بتاخد أي أرباح من أي لعبة بينشروها للمطورين المستقلين مثل Unravel مثلاً وإن كان هذا الشي صحيح وبعتقد أنه صحيح لأنه كتير ناس حكوا عنه فهاي تحية كبيرة لـ EA صراحة عموماً خلينا نبدأ بالمراجعة يا حبيبة وبدون مقدمات لعبة Unravel 2 هي لعبة 2D platformer بتلعب فيه بشخصيتين بهذا الجزء عكس الجزء الماضي لما كانت تلعب فيه بشخصية وحدي وحتى هذا الجزء صار فيه تغيير نسبة بحيث أنه معت صار الصوف ينقص متل أول أول كنت كلما مشيت بينقص الصوف ولابدت تروع على مكان معين مشان ترد تاخد صوف كمان لا بهذا الجزء صاروا الشخصيتين مرتبطين ببعض فإذا بعده كتير عن بعض وبينقص الصوف وهاي حركة كتير حبيتها أحسن من الجزء الماضي على الأقل وبما أنه فيه شخصيتين فأيضاً عندك خيارين يا أما بتلعب على حالك أو بتلعبه أنت واحد قاعد جنبك بالـ Local Co-op اللعبة ما فيه Online Co-op صراحة اللعبة فيه متعة كبيرة إذا لعبت لحالك وبتصير أمتع إذا لعبت مع واحد جنبك فإذا عندك حدي يلعبه فليش لا؟ شغلي جداً ممتازي وأيضاً الشخصيات اللي بتلعب فيهن صار فينك تعمل عليهم متل بسيط والي هو هناك تغير اللون تغير الشكل تغير يعني الشغلات الخفيفة هيكة مع أني ما حسيت فيه أنسب من الأحمر والأزرق بس يعني إذا حافظ تغير الألوان فكرة حلوة طبعاً إذا لعبت Local فرح تلعب كل من بشخصية أما إذا لعبت لحالك فرح تشيل الشخصية التاني معك وتضل شيلو معك لحتى توصل عند لغز معين بيحتاج الشخصيتين فرح تنزل شخصية يروح يعمل شغلي وشخصية بيعمل شغلي تاني بالبداية كنت متخوف أن تكون صعبي أني أعمل له حالة لكن بالعكس صار الموضوع جداً بسيط إذا أنا عملت لحالة فهي الحركة الحلوية أنه حتى لو لعبت لحالك ما في أي مشاكل فينك تلعبها بشكل جداً ممتاز وسلس اللعبة بسيطة بشكل عام بتعطيك تحديات سهلة بتعطيك الغاز حلوي وبسيطة في تحديات ممكن تكون صعبة شوي ممكن تاخد معك وقت طويل لكن بالأخير رح تلاقيها بسيطة وسهلة برضو في مراحل الهرب أو المراحل اللي بتهرب فيها من شخصية معينة بيكون عميل حقك أو شيء معين بيكون عميل حقك مراحل أيضاً حلوي وممتعة وفيها ابتكار يعني وأنتي عم ترقد بدك تعمل حركة هيك سريعة إذا ما عملتها بالوقت المناسب بدك ترجع تعيد من آخر وحديثاً عن تشيك بوينت يعني بسرعة هيك نظام تشيك بوينت بهاي اللعبي خرافة بكل معنى الكلمة ما بضيع لك تعب حرفياً يعني ما بتحس حالك أنت عملت شغلي ومت مثلاً بمكان معين بترجع بتعيد من أول لا بتعيد من المكان اللي موت فيه تحيي للمطور يا رجل أيضاً اللي بساعد على جمال اللعبي أكتر بوجهة نظري هو العالم هو التفاصيل البسيطة اللي فيه والحلوي واللي بتعطيه طعم يا رجل خرافة أثناء لعبك اللعبي رح يصير فيه قصة عم تصير بالخلف فيك وانتي عم تلعب وانتي ماشي بتو دي عادي بصير فيه قصة عم تصير وانا القصة هاي بتصير بشكل ثري دي مو بتو دي متل ما انتي بتمشي القصة هاي أنا شخصية ما فهمتها وما فهمتشو الفكرة منها إلا أنه يعني قصة يعني متل إنك مشان تمشي اللعبي يعني وهذا الشي يعني ممكن يكون عنصر شوي ضعيف لكن طالما أنه حطوا قصة بالأساس بلعبي متل هاي ما مطلوب منه يكون فيها قصة فيعني منقول مشي الحال من أكتر الأشياء اللي أزعجتني وأزعجت الكل تقريبا بالجزء الأول كان التكرار أن راذل الجزء الأول كان فيه كتير تكرار كان فيه تكرار مزعج في بعض الأحيان لكن في هذا الجزء المطورين حاولوا بشكل أو بشكل آخر أنه نخففه من التكرار ونجحه نسبيا لأنه في حركة راح تكررها كتير وانتي عم تلعب واللي هي ما بعرف إذا حكيتها راح يكون حرق ولا لا بس ما بتوقع فيه حرق فيها واللي هي إنك تنزل شخصية لتحت وتعملوا هاي الأرجحة هاي وتزدوا للمنطقة الثانية هاي راح تكررها كتير باللعبة إذا أنت ما كان عندك مشكلة فيها فبقيت الأشياء ما حسيتها مكررة كتير وهذا الشي حلو يعطيهم ألف عافية عن الموضوع هذا لكن فيه شغل يصارت بنهاية اللعبة يعني على آخر مرحلة بتلعبها باللعبة صار فيه إضافة بالجيم بلاي خرافية لدرجة أني قلت بالله عليك يا أخي يعطيني عشر دقائق زيادة بالجيم بلاي هذا مش طبيعي إنه خلوا أحسن فكرة إلون خلوا بآخر دقيقتين باللعبة يعطوني زياد يبدي ألعب كمان من هالطريقة هاي الاسلوب اللي عملوه بنهاية اللعبة كان ممتاز جدا تمنيت لو أنهم ضايفين مثلوها واحد ولا اثنين كمان باللعبة كمان كانت راح تعطي راح تعطي راح تعطي إضافة جدا كبيرة للجيم بلاي صراحة بس عموما عموما يعني الجيم بلاي بهذا الجزء تحسن على الجزء الماضي من ناحية التكرار التكرار صار أقل أقل يعني نبدأ قولك بنسبة ستين سبعين بالمئة وهذا الشي جدا ممتاز ابتكروا بعض الأشياء البسيطة واللي أضافت لللعبة أو للجيم بلاي عنصر جدا ممتاز انرافل تو في سبع مراحل كل مرحلي تقريبا مدتها نص ساعة فأنتي عندك قصة مدتها من ثلاث ساعات ونص إلى أربع ساعات كحد أقصى بتوقع أو خلينا نقول أربع ساعات ونص فأنا بشوفها ممتازة مقارنة بسعرها عشرين دولار وإذا كان عندك اشتراك الاي اي اي اكسس والأوريجن بتاخدها تقريبا بسبع عشر دولار فسعرها جدا مناسب مقارنة بعدد الساعات إضافة أن يعني إذا حابب أنت تطول عمر اللعبي فيه تحديات جانبية بيعطوك ياها اللعبي بتروح بتحل تحديات معينة برضو عندك الكوليكتبلز لو كتير كنت مهتم برضو عندك أنك تخلص المراحل بدون ما تموت يعني أشياء إضافية عم يحطو لك ياها المطورين يتحدوك فيها إذا حابب إذا حبيتك كتير للعبي وحابب تطول فيها أكتر بشكل عام وخلاص الكلام عن لعبة اللعبي ممتازي أنا شخصيا استمتعت فيها كتير أخدتني معها برحلي جدا بسيطة أربع ساعات تقريبا كنت مخلصة واستمتعت فيها كتير حبيتها استمتعت فيها وأنا كنت كتير سعيد أن يشوف أن المطورين قدروا يتغلبوا على بعض الأشياء اللي كانوا غلطانين فيها بالجزء الأول وهذا الشيء جدا ممتاز برضو المطورين طموحين واضح أنه هني عندهم يعني شغف كبير بأنرافل سواء بالأول أو بالتاني وأنا يعني متحمس أن يشوف شو لسه ممكن يعملوا ألعاب بالمستقبل تقييم النهاية للعبة أنرافل 2 8 من 10 واللعبة بتصير أفضل إذا لعبت مع شخص تاني لحتى تؤتل عنصر الملل اللي ممكن يجيك أو عنصر التكرار اللي ممكن يجيك في بعض الأحيان فرح تصير درجة أفضل إذا لعبت مع أي شخص أنت ممكن تكون مهتم أنك تلعب معه وهي كانت مراجعة للعبة أنرافل 2 أنا بعرف أنه ممكن يكون حكيت زيادة عنه ممكن تكون هي اللعبة وتستاهل كل هالكلام هذا كله لكن لأني حبيتها صراحة واستمتعت فيها كتير وبتستحق أنك تلعبها سواء على البلاي ستيشن 4 إكس بوكس 1 أو على البي سي لأنه هاي الأجهزة المتوفرة عليهم إذا عجبتكن هاي المراجعة لا تنسوا نشر المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك يعني إذا كنتوا كتير بتحبونا يعني فينكم تعملوا الشغلات هاي مش هتدعمونا يعطيكن ألف عفلها المتابعة ونشوفكن إن شاء الله في مراجعات قادمة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم